مستمرة هي الانتهاكات التي يرتكبها الصهين ضد الفلسطينيين ويومية هي اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى فلا يكاد يمر يوم إلا ويشارك مئات المستوطنين في اقتحامات اللباحات الأقصى ويقيمون احتفالاتهم الدينية بحماية من عناصر جيش الاحتلال الصهيوني التغول الواسع في هذه الاقتحامات تزامن مع الاستهداف وتصعيد ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد حراس المسجد الأقصى اث عرض العديد منهم للاعتقال والاعتداء بعد رفضهم وتصديهم لأفراد شرطة الاحتلال الذين يحاولون اقتحام مصليات الأقصى بأحذيتهم أما موطيات دائرة الأوقاف في القدس فتشير إلى أن أكثر من أربعين حارس من حراسها تعرضوا للاعتقال والإبعاد عن الأقصى منذ مطلع العام الجاري معظمهم اعتقل وأبعد من بينهم مسؤولون كبار في الأوقاف في حين طالت الاعتقالات التي نفذت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام أكثر من 200 شط الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أعربا عن مخاوفهما مما يخطط له المستوطنون وسلطات الاحتلال من استهداف للأقصى وتغيير الوضع القائم فيه فيما أكدوا أن الرد على هذا التغول هو بتكثيف الرباط في الأقصى والتواجد الدائم في ساحاته خاصة في فترتين اقتحاماته اليومية الصباحية والظهيرة وفي الوقت الذي تعلو فيه الدعوات لحماية المسجد الأقصى ومواجهة الأخطار التي تواجهه تبدي جماعات استيطانية متطرفة إصرارا على مواصلة اقتحاماتها للأقصى وتطمح أن تضاعف أعداد مستوطنيها لأكثر من 40 ألفا هذا العام وذلك بعد أن سجل العام الماضي اقتحام 36 ألفا من المستوطنين وهناك ثمت من يرى أن مدينة القدس باتت في هذه المرحلة على صفيح ساخن بفعل إجراءات الاحتلال وممارساته فيه إلا أن تواجد مئات الآلاف في ساحات الأقصى وازدحامه بهم خير دليل على مقاومة الفلسطينين ووقوفهم بوجه الاحتلال الصهيوني بكافة أشكاله